السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة سرنا لالتقاء بكم مجدداً في مادتنا اللي اليوم بنتابع فيها شرح الدروس المطلوبة علينا في مقرر فيزياء واحد 102 للتعليم الثانوي 812 للتعليم الفني والمهني ونحن متابعين بالفصل الثالث ودرسنا الأخير في هذا الفصل متعلق بفهم السقوط الحر ودراسة ما يتعلق في هذا الموضوع نبتدي أنا وانتو بمعرفة أهدافنا رح نوضح مفهوم السقوط الحر وماذا يعني وتعريفنا لسقوط الحر ثم استنتاج معادلات الحركة الخاصة بالسقوط الحر ومن بعدها نطبق حل مسائل على موضوع السقوط الحر بداية عندما نتكلم عن التعريف للسقوط الحر التعريف الأساسي للسقوط الحر يمثل حركة الجسم بتأثير قوة الجاذبية الأرضية فقط مع إهمال مقاومة الهواء مقاومة الهواء أو غير الهواء أي قوة أخرى غير الجاذبية الأرضية لا تأخذ بعين الاعتبار إذا أردنا التعامل مع حالة الحركة كسقوط حر ولذلك إذا شفت من الأمثلة اللي إحنا متعودين نطالعها في حياتنا نجد بأنه دائما الأجسام الساقطة تتأثر بفعل الجاذبية الأرضية وتتجه نحو الأسفل نحو مركز الأرض كجسم جاذب وهذه الأشكال اللي موجودة عندي في الرسمات التوضيحية بتوضح لنا آلية السقوط الحر للأجسام بتأثير قوة الجاذبية الأرضية أما إذا خضع الجسم لقوة مقاومة الهواء مثل الباراشوت إذا المظل يفتح المظلة في هذه الحالة ستبطع حركة الهبوط ويتأثر الآن بقوة تعرف بمقاومة الهواء وهي قوة معيقة مثل ما رح نتشوفها في الوحدة الرابعة عند تأثير مقاومة الهواء في الجسم الساقط في هذه الحالة لا يعد في حالة سقوط حر في دراسة سقوط الحر للأجسام أول اتفاقية بتفرقها مع الجميع وأرجوك تنتبه لهذه النقطة أن تسارع الجاذبية الأرضية ثابت دائماً للأسفل وله مقدار محدد هذا المقدار خاص بكوكبنا بالأرض تسارع الجاذبية الأرضية 9.8 أما إذا رحنا للقمر تسارع الجاذبية القمر 1.6 إذا رحت كوكب آخر جاذبية مختلفة فالأرض لها تسارع جاذبية خاص بها وبيعطينا في الامتحان في بعض أحيان يقول لك اعتبر الجاذبية 10 باعتمد 10 قال لي 9.8 باعتمد 9.8 هذا التسارع دائماً للأسفل يعني ما في أمل في أي لحظة أثناء حرق الجسم أن أحصل والله التسارع صار لأعلى دائماً هذا التسارع ثابت ولذلك هذه اتفاقية من البداية أنا ونتم نتفق عليها بأن التسارع الجاذبية الأرضية دائماً لأسفل وقيمة الثابتة الجسم أيضاً في اتفاقياتنا أنا و أنت ما دام السؤال قال لي سقط جسم أو أفلت جسم بما أنه جاب طاري سقوط وليس قذ إذا قال قذفت جسم من الأعلى بسرعة 10 متر بر سيكند لاحظوا السرعة الابتدائية صارت 10 متر بر سيكند ولكن معنى سقوط الجسم أن يسقط من السكون وسقوط الجسم من السكون يعني أن السرعة الابتدائية تساوي صفر فكل حالات السقوط اللي بنتعامل معها سنعطي دائماً قيمة الفي آي صفر في القديم و السابق هذه بس لمحة كانوا الناس يعتبروا أن الجسم الأكبر كتلة أثقل وزن أكبر وزن بيسقط أولاً وذلك نفس ما تشوف عند مقارنة قصاصة ورق مثلاً مع الحجر قارن قصاصة ورق وحجر إذا أفلتناهم قديماً كان الناس تعتبر عبالهم الجسم الأذقل يصل أولاً أو يكون أسرع ولكن فعلياً فعلياً هذا كان اعتقاد خاطئ وقام العالم غاليليو وهو عالم إيطالي بتجربته الشهيرة للتحقق وهذا انتبه بمبدأ البحث العلمي أنه مو كل ما سمع الناس يقول أوكي صح أوكي هو فكر وقرر أنه يتأكد من هذه الاعتقاد السائد فقام بتجربته الشهيرة بإلقاء جسمين مختلفين من سطح بورج بيزا المائل في إيطاليا وتوصل إلى وصولهم بنفس الوقت لسطح الأرض واختار هو الأجسام بشكل يجعلها ما تتأثر بمقاومة الهواء لأنه سقوط الحر يعتمد على إهمال مقاومة الهواء وهذه كانت يعني من الأدلة على أن السقوط الحر لجميع الأجسام تعامل بنفس الطريقة يعني إذا كنت على سطح بناية أفلتت قلم رصاص وأفلتت قطعة طابوق أو حجر مفترض يصل البنسل وقطعة الحجر بنفس اللحظة لسبب أنهم يخضعون لنفس تسارع الجاذبية يعني ما في واحد له تسارع أكثر من الثانية عشان يسبق هما نث ميناتهم يجذبهم الأرض تجذبهم الأرض بنفس التسارع فيكون لهم نفس السرعة وهذه النقطة التي أرجوك تنتبه لها بأن جميع الأجسام الساقطة جميع هذه الأجسام تصل الأرض بالوقت نفسه عندما تسقط بشكل حر أنا قلت شكل حر يعني بدون وجود قوة أخرى غير قوة الجاذبية والسبب كتعليل لأنها جميعها تخضع لتسارع الجاذبية الأرضية وطبعا ننتبه سقوط الأجسام يجب أن يكون من نفس الارتفاع يعني ما هي أقارن البنسل مع حجر صاير بمكان أعلى أو أقارن البنسل مع حجر بمكان نفس الارتفاع عشان يكون مقارنتنا صحيحة وعلمية هذه نقطة أرجوك تنتبه لها وتفهمها في دراسة المعادلات الآن الخاصة في العمليات الحسابية لأصغوط الحر سنطبق نفس معادلات الحركة بتسارع منتظم واللي درسناها في الدرس السابق في الدرس السابق شرحت بأن الحركة بتسارع منتظم بتنطبق عليها ثلاثة معادلات واللي طلبت منكم أن تكونوا حافظينهم لأجل كتابتهم واختيار المعادلة الناجحة وتحديد الفاشلة هنا أيضا تسارع الجاذبية الأرضية يعتبر تسارع منتظم لأنه بقيمة ثابتة 9.8 ما قاعد يتغير التسارع الجاذبية الأرضية وبالتالي ينطبق على التسارع الجاذبية ما ينطبق على معادلات الحركة بالتسارع المنتظم ولكن مع فرق بسيط أن رمز التسارع اللي كنا معتمدين عليه في معادلاتنا سيستبدل برمز خاص بالجاذبية وهو رمز G وهذا الجيل اللي احنا قرد ما اخذينها من مصطلح Gravity Gravity اللي تعني الجاذبية فقط بنستبدل A وبنخلي بدل منها G وبالتالي هذا الشكل الجديد اللي احنا بنتعامل معه في معادلاتنا يكون المعادلة الاولى ان VF تساوي VI plus GT VF square plus 2G 2G هذه DY ارجوك تنتبه تمثل لي الارتفاع تعني لي الارتفاع DY ونفس ما رح اراويك بعد شوي والارتفاع الذي سقط عنه الجسم ايضا المعادلة الثالثة يساوي VIT 0.5G تربيع وانتبه في كل معادلات هذا الحد الاول سيتم الغاءه بكامل المعادلات ليش؟ لان VI تساوي صفر مثل ما اتفاقنا في حالة السقوط ليست حالة قذف المقذوفات يكون في سرعة انطلاق اما في حالة السقوط VI تلغى وكل حد يحتوي VI يتم الغاءه وبالتالي اللي ارجوك تنتبه معاي ان هذا VI كسرعة ابتدائية فعليا هي تمثل السرعة عند بدء السقوط ويكون دائما بقيمة صفر الفي الفاينال هي السرعة النهائية وليس لازم السرعة النهائية يعني في آخر الحركة ممكن السرعة النهائية يعني عقوب 2 سيكند عقوب 4 سيكند عقوب 3 سيكند يعني السرعة التالية السرعة التالية اللي نعطي لها رمز الفي الف وهي تمثل سرعة الجسم بعد فترة زمنية محددة معينة بالسؤال يقول لي بسرعة الجسم بعد ثلاث ثواني جي وشرحت لكم مني شوي نبهتكم على الجي هذه اللي تظهر في معادلاتي هي ترمز إلى تسارع الجاذبية وهذا التسارع لكوكب الأرض تحديدا بقيمة نام بونت ايت لو قل لك تم القاء الجسم في القمر بيعطيك هو كم تسارع الجاذبية الخاص في القمر تي تمثل الزمن مثل ما انتم تعود رمز دي واي هو يمثل مسافة الحركة ولأنها في محور الواي عطيناها رمز دي واي عشان نميزها عن المسافة الأفقية في الحركة الخطية اللي كنا من قبل نطبقها فقط هي كرمز في بعض الكتب الفيزياء يعطونها رمز اتش الارتفاع بيعطونا رمز اتش من مصطلح height فممكن الاتش تدل على الارتفاع وممكن دي واي تدل على الارتفاع هذا لفهم معاني الرموز الواردة في معادلاتي ويجب الانتباه لهذه النقاط نفس ما ذكرت في الحصة السابقة وتحديد ما هو المتوفر من المعلومات واللي نسميه معطيات ومن ثم تحديد ما المطلوب ايجاده في سؤالي وبعدها نستبعد المعادلات اللي تفشل في حل السؤال او استبعد الفشلة ونختار المعادلة الصحيحة اللي تنجح في حل السؤال لاحظ عند مراقبة هذا الشكل لجسم بدأ السقوط كان في البداية بيقطع مسافة اقل لانه له سرعة اقل هو خاضع لتسارع الجاذبية ومعنى ذلك ان سرعته بتزداد وزيادة سرعته تكون بمعدل 9.8 متر بير سكند في كل سكند في كل ثانية تزيد السرعة 9.8 كل ثانية فقعد تزيد السرعة فتزيد المسافة المقطوعة تزيد السرعة تزيد المسافة المقطوعة وبالتالي هذا التمثيل رح اساعدكم في فهم القصة لما اراويك منحنى دراسة السرعة والزمن وتغير السرعة مع الزمن في السقوط الحر وتلاحظ بانه في هذه المعادلات اللي عرضتها لكم لا تظهر الكتلة ام ولا معادلة فيها كتلة الجسم ام ولهذا نجد بانه الام لا تأثير لها في حركة السقوط الحر اذا هذا الام ما لها اي تأثير ككتلة لجسم متحرك وبتدي بعرض تدريبي الاول واللي بطبق فيه ما شرحت لكم وارجوك تخلي معاك ورقة وقلم مثل ما احنا متعودين دائما نقول وحاول مو لازم تحل حل مثالي مئة بالمئة مو مشكلة اخطئ وبنتعلم من الخطأ ولكن بمجرد انك حاولت تحل السؤال هذه المحاولة تعتبر انجاز سؤالي عطاني ان حجر سقط عن سطح بناية هذا البناية اللي معانا وهذا الحجر عن سطح البناية ووصل الى الارض بعد زمن فري سيكند يعني الرحلة مما طلع الحجر لين ما وصل الارض كانت سرعته بسيطة وقب زادت ثم سارع وصار اسرع وصار اسرع وصار اسرع وبالتالي في هذه الحركة استغرق ثلاث ثواني لوصول سطح الارض المطلوب الاول ما ارتفاع البناية التي سقطة عنها الحجر الارتفاع هو ذي المسافة اللي تحركها الحجر واللي نبهتك في المعادلات انا اسطلحت من عندي رامز دي واي وممكن انت تسمي المسافة هذه اتش المهم انه هذه هي المطلوبة مني بسؤالي انزل افكر اول اجراء لك بتكتب معادلات السقوط الحر واللي ذكرت انه تظهر الجي في هذه المعادلات ومن ثم نبحث اي القانون المناسب في حل السؤال اول شي لانه مطلوب عندي دي واي ترى المعادلة الاولى فاشلة لاحظ ما فيها دي واي المعادلة الاولى فاستبعدنا المعادلة من الحل لاحظ المعادلة الثانية فيها دي واي ولكنها فاشلة ايضا ليش فكرت صحيح تفكيرك صحيح لانه الفي فاينل اللي موجودة بالمعادلة ما هي موجودة انا مادلتشان بسرعة الحجر لما وصل الى الارض فالفيفان المفقودة بسؤالي فتعتبر معادلة فاشلة لذلك هذه المعادلة التي تنجح في حساب دي واي وهي التي اعتمدها في حل السؤال هنا انتهت تفكيرك الفيزيائي وما تبقى رياضيات وبالتالي لما بنشوف احنا في تطبيقنا لحل السؤال نجد اختيارنا للمعادلة ان المعادلة دي واي تساوي في آي تي زائد نص جي تي تربيع والحد الاول بتكانسل لانه في آي تساوي صف اول ما بدأ الحجر من السقوط هذا الفي نوت زيرو الفي الابتدائية اللي بقى تعويض عندي النص والجي قيماتها والتي ثلاثة سكند عطانيها السؤال ونسوي لها تربيع ولذلك ستجد مباشرة ان ارتفاع البناية اللي امامك تساوي اربع ربعين بونت وين متر باختصار ولاحظوا الامور لأي درجة بساطتها اذا تعاملت بتفكير صحيح المطلوب الثاني بسؤالي ابي سرعة الحجر لحظة الوصول الى الارض لا تجي تقول استاذ سرعة الصفر هو اوريلي انا ما قاعد اسأل عقوب ما وصل بخمس دقائق ولا عقوب ما وصل بساعة انا قاعد اسأل عن لحظة الاستدام لما استدم بالارض ما بعقوب دقائق فسرعة الحجر في لحظة الوصول الى سطح الارض هنا تمثل سرعة جديدة يعني في فاينل فالفي فاينل هي المطلوبة مني لذلك ارجع لمعادلاتي واطبق واشوف قراراتي من اللي تنجح من اللي تفشل بحل السؤال فرح اشوف بانه الفي الفاينل بتظهر في ذي المعادلة الثانية اوكي ويمكن لتطبيقها لانه دي واي صارت معروفة عندي فهذه ناجحة هنا فاشل ذي المعادلة لانها لا يوجد بها الفي الفاينل فهذه ما بفكر في استخدامها هذه المعادلة فيها في فاينل بتحتاج جيوة تي وانا ادري شامل تان تي اذا عندي خيارين ومعادلتين ناجحات في حل السؤال وانت كيفك اختار المعادلة اللي تبي انا اخترت المعادلة الاولى ففي فاينل تساولين الفي اي زائد الجي تي ونفس ما ذكرت في اي تختصر لانه قيمتها الصوف وبعدها نطبق الجي بقيمتها والتايم بقيمتها اللي معطيني هالسؤال ثم نتوصل ان سرعة الاستدام بالارض 29.4 الفقرة الاخيرة في سؤالي ذكرت انه لو الحجر اللي سقط عن سطح البناية سقط معه قلم بنسل وهذا القلم اقل كتلة من الحجر ايهما يصل الارض اولا ولماذا او يقول لي سؤالي ووضح اجابتك فكر يلا اي فكر لقيت الحال اوكي صحيح تفكيرك كان صحيح لانه ذكرنا في البداية ان الكتلة لا تؤثر في حركة الاجسام الساقطة وبالتالي رح يكون قراري ان الحجر وقلم الرصاص يصلان بالوقت نفسه لانهما يخضعان لنفس تسارع الجاذبية الارضية ولذلك حتى في حياتنا العملية لو بغيت اطبق القاعدة والله واشوفها الكلام وقارن سقوط قلم مع ورقة لاحظ ان الورقة الساقطة مساحتها كبيرة فهذا يزيد من تعرضها لمقاومة هواء فبنغير شكل الورقة ونجفز الورقة هذه ونخلي كتلتها نفس الكتلة بس الشكل صارت ازقر حجما فتقل مقاومة الهواء ونرى بوصول الورقة هذه اللي تم تعديل شكلها اللي تخفيض وتخفيف مقاومة الهواء تصل هي والقلم بنفس الوقت الى سطح الارض في توضيح منحنة السرعة والزمن لحركة السقوط الحر لانه احنا في بداية الوحدة الثالثة تدربنا على ان منحنة السرعة والزمن اذا حسبت الميل بتحصل على التسارع وكنا نشوف هذا الميل بقياس V final-VI على T final-TI ولذلك اذا شفت سرعة الجسم اللي قاعد يسقط من الاعلى يبتدي السقوط من صفر فهذه هي الVI وكلما قاعد يمر الوقت سرعة الجسم قاعدة تزيد 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 وهنا اذا حسبت الميل على هذا الشكل البياني تجد ان الميل 30 ناقص العشرين عاشرة على ثلاث ناقص اثنين واحد يعني بقيمة عشرة متر بير سيكون سكوير ولذلك لو جاب لي في سؤالي رسم بياني وقال لي استنتج من الرسم مقدار تسارع الجاذبية كل ما عليك بس تتذكر ان التسارع هو ميل منحنة السرعة والزمن وهذا اللي انا ذكرت كملاحظتي بان هذا الميل سيمثل تسارع الجاذبية الارضية وهو هنا في هذه الحالة في هذا الشكل الامامي بقيمة عاشرة متر لكل ثانية اربيع ايضا ممكن انا ادرس منحنة الموقع والزمن انا اذا قذفت او سقط الحجر من سطح بناية سقط عن سطح الشجرة عن مكان مرتفع ستلاحظ في منحنة الموقع والزمن انه كان الدي اي الموقع الابتدائي مرتفاع والنهاية عندما يصل سطح الارض هذه الدي فاينل يصل الى نهاية السقوط سطح الارض فتجد انه منحنة الموقع والزمن قاعد يقل ولكن انتبه ليس بشكل منتظم لذلك هذا الشكل المنتظم للموقع والزمن يعني لسرعة منتظمة او سرعة ثابتة لكن هنا الشكل اللي معانا كير وهذا يدل ان السرعة الفي هي سرعة غير منتظمة ولذلك يكون في تسارع والتسارع المؤثر في هذه الحركة هو تسارع الجاذبية الارضية فبسبة التسارع ستكون هذه السرعة الممثلة امامي غير منتظمة في منحنة للموقع ويا الزمن تدريبي الثاني اخترت لكم سؤال من كتابكم واللي انا دائما بارجو الطالب العزيز بانه يعتمد الكتاب كمصدر اول لانه كل تعب ادارة المناهج والمؤلفين وتعبهم لاجل خدمتكم في وضع هاي الكتب سؤال اللي اخترته هو سؤال رقم ثلاثين وهذا في كتابكم صفحة تسعة وسبعين ذكر لي هذا السؤال اني معاي بناية وفي عامل مسكين على سطح البناية اسقط قطعة قرميد بالخطأ طبعا وقال لي هنا عرضا ترى علشان اللغة العربية احنا نفهم يعني عرضا يعني بالغلط طلب في سؤالي ان هذه القطعة اللي سقطت ما سرعتها بعد الاربع سكند لاحظ في بداية السقوط لما كانت هنا كانت سرعة ابتدائية تسوصف ثم بدأت بالتسرع يعني سرعتها تزيد تزيد كل ما تنزل قاعدة تزيد اكثر بعد مرور زمن فور سكند عند مثلا وصول هاي النقطة نبي شام سرعتها الجديدة الفي فاينل فهمنا السؤال وحللنا المعطيات المتوفرة معانا ونعتمد معلومة ما يبطرها السؤال بس هو في الغالب يخبرني فيها ببداية الامتحان يقول لي ترى تبرجي تساوي ناين بونت ايت متر على سكند ربيع هو ما كتبها في السؤال لانه اردي واردة ضمن شرح المادة في كتابكم ولكن هي ثابت ويعطى للطلبة الآن علشان افكر بايجاد السرعة اول اجراء تكتب معادلات السقوط الحر لتونا نتكلمنا عنهم لما بنكتب المعادلات نحتاج تحديد القانون المناسب طيب المطلوب مني في فاينل اذا هذه المعادلة الاخيرة اول ما تجي عيني عليها باكنس الاهتمامي فيها لانا ما فيها في فاينل يبقى عندنا الاولى فيها في فاينل والثانية في فاينل بس هذه الثانية معادلة تفشل في حل السؤال ليش فكر ليش المعادلة الثانية ما اقدر احل السؤال بالاعتماد عليها احسنت تفكيرك صحيح لانه تحتاج الى معرفة دي واي زي وانا ما ارى عن دي واي كام لذلك معادلة فاشلة يبقى لنا خيار المعادلة الاولى هي اختيار سليم فبختار معادلتي الاولى في اجابة الفرع الاول ومعادلتي الاولى مباشرة بنلغي الفي اي لانها صف ونعوض الجي بنام بونت ايت والتايم اربعة لانه السؤال حددني قال لي ابي السرعة بعد فور سكند ومباشرة رياضيات واجابة السرعة ثرتي نام بونت توم متا بير سكند هذا بالنسبة للجزء الاول المطلوب الثاني في هذا السؤال ما المسافة التي تقطعها القطعة خلال هذا الزمن طيب المسافة المقطوعة يعني من بداية السقوط لين ما وصل الى هذه السرعة كم خذالة مسافة واللي قلنا عن رامسها الدي واي الان صارت الدي واي مجهولة عندي فبرجع اشوف واعيد النظر في معادلاتي من اللي تنجح في ايجاد الدي واي الاولى فاشلة طبعا وكلكم عارفين ليش ما فيها دي واي اساسا هذه المعادلة الثانية بتنجح في حل السؤال لانها فيها دي واي تحتاج جي معانا والفي اي ملغية وفي فاينال معانا تونيها بين الفي فاينال موجودة او المعادلة الثالثة هذه بعد بتنجح لانه هذه بتلغى من المعادلة بتحتاج الدي واي عشان اطلع هجي موجودة والتايم بعد موجود لانه قال لي هو خلال نفس الزمن فاي اختيار من المعادلتين وارجوك حاول تحل الفرع الثاني بالمعادلتين علشان تشوف بنفسك نفس الاجابة بتطلع بالضبط انا بالنسبة لي اخترت معادلة لحل الفرع الثاني خذية المعادلة الثالثة تجين تقول لي لا ساذا نعم بالمعادلة ما عندنا مشكلة عوض بشكل سليم المتغيرات اللي معنا هذه الفي اي تكنسلت هذه نص مالت القانون هذه نام بونت ات هي الجي هذه اربعة ولا تنسوا ان في تربيع وبالتالي بالحسابات نجد ان دي واي قيماتها 78.4 متر وبهذه النقطة بكون وصلت معاكم الى نهاية درسنا اليوم كل منيات التوفيق والتفوق للجميع ونتمنى ان نلتقيكم مجددا السلام عليكم ورحمة الله